أهلا بكم إلى جولة على أبرز الصحف العالمية التي ركزت على الضغوط الكبيرة التي قد تعصف بمستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مع المقترح الأخير الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة في صحيفة بلومبر كتب إفان برونر عن الرد الإسرائيلي على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب على غزة وأنه بعد يومين من طرح الرئيس الأمريكي ما سماها الاقتراح الإسرائيلي لإنهاء الحرب يبدو أن نتنياهو يعارض الجوانب الرئيسية للصفقة وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تصر على أن الخطط التي وافقت عليها إسرائيل لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار بينما أصدر نتنياهو بيانين يتناقضان مع بايدن وتابع أن البيت الأبيض يرى أن تصريحات نتنياهو مرتبطة بالسياسة الداخلية وجزء من محاولة لاسترضاء جناحه اليميني الذي يهدد بالاستقالة في حال الموافقة وختم بأن أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يدركون أن على إسرائيل أن تصلح علاقتها المتوترة مع واشنطن والعالم العربي بدلا من مواصلة القتال إلى صحيفة الجاردين ومقال بثان ماكرنان حول الضغوط التي تحيط برئيس الوزراء الإسرائيلي وأن نتنياهو يحاول تحقيق التوازن بين مطالب أعضاء الوسط واليمين المتطرف في حكومته بعد تهديد حلفائه بإسقاطه إذا وافق على خطة وقف إطلاق النار الجديدة وأضافت أنه بالرغم من تهديد شركاء نتنياهو في الاتلاف اليمني بالاستقالة فأن رئيس الوزراء يتعرض لضغوط من قادة الجيش والاستخبارات لقبول المقترح وتابعت أن نتنياهو الذي يعاني منذ فترة طويلة من تهم الفساد وقد يرى أن البقاء في منصبه هو أفضل فرصة له لتجنب الملاحقة القضائية وهو ما يدفعه للمماطلة وختمت بأنه على الرغم من وصف بايدن الاتفاق بأنه اقتراح إسرائيلي يبدو أن خطاب الرئيس الأمريكي كان مصمما للضغط على الحكومة الإسرائيلية ونكرأ في واشنطن بوست مقالا حول الضغط الداخلي الذي قد يطيح برئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه وأن الضغوط السياسية على نتنياهو تتزايد مع خروج متظاهرين يطالبون بقبول اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف اطلاق النار في غزة وأضافت الصحيفة أن نتنياهو تحت ضغوط متضاربة ما بين الأعضاء المعتدلين وأيضا عائلات المحتجزين والشركاء الأكثر تطرفا في اتلافه الذين يبحثون عن النصر المطلق في غزة وتابعت أن قيام بايدن بالكشف عن الاقتراح بشكل علني أشعل التوترات في إسرائيل ما يعني أن نتنياهو قد لا يكون قادرا على المماطلة بعد الآن وختمت بأن أي اتفاق جانبي متوقع خاصة ما يتعلق بإعادة فتح معب الرفح وزيادة دخول المساعدات مرتبط بشكل مباشر بمسألة وقف اطلاق النار الواردة في المقترح الجديد صحيفة نيويورك تايمز استهلت تحليلها عن معضلة نتنياهو بعد اقتراح بايدن وقالت إن وضع نتنياهو على المحاك وعليه الاختيار بين الحفاظ على حكومته المتطرفة أو التفاوض على صفقة تشمل إعادة المحتجزين وأضافت أن مكتب نتنياهو أصدر تصريحات غامضة ومشروطة ويبدو أنها مصممة لترك خياراته مفتوحة ورأت أنه بالنظر إلى تاريخه الطويل في التحالف مع المتطرفين فأن تخليه عن ائتلافه اليمني موضع شك كما أن بقاءه على الساحة السياسية مقدم على كل شيء واعتبرت أن الكثير الآن يعتمد على نتنياهو الذي يجد نفسه عند مفترق طرق سياسي واستراتيجي وفي موقف حرج مع بايدن وربما عزلة دولية متزايدة نختم من صحيفة والسريت جورنال حيث ترى الكاتبتان تشاوزينغ وسامر سعيد أن الولايات المتحدة تمارس دبلوماسية ذات مسارين بشأن غزة وتواجه عثرات في كلا المسارين وأوضحت أن واشنطن تسعى لوقف الحرب من خلال اقتراح بايدن بينما تنضم إلى المحادثات لإعادة فتح معبر الرفح غير أن التقدم ضئيل حتى اللحظة وتبعت أن أتلاف نتنياهو اليمني المتطرف يعارض أي هدنة دون هزيمة حماس بينما يدعم دعماء الوسط اقتراح بايدن لكنهم يسعون إلى الوضوح بشأن تنفيذه وختمتا بالقول أن نتنياهو صاغى الرد على اقتراح بايدن أنه طريق لتحقيق النصر على حماس بينما رحبت حماس بدعوة بايدن لكنها طالبت بشروط وأحكام ترجمة نانسي قنقر